السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسان اليوم الرسم بالالوان الزيتية. ونتعرف في هذا الفيديو طبعا على طريقة عمل لوحة زي كده باستخدام الوان الزيتية والالوان الزيتية موجودة بيكون على مكتب العلبة كلمة oil color طبعا يتبع منها انبوب صغير او انبوب كبيرة علب على بعضها بالشكل ده وعلب فردان هنشوف طبعا بعض مجموعة الفرش وادوات الرسم وهنشوف ايضا وهنتعرف على طريقة تعمل اللوحة القماشية خطوة خطوة. اتمنى اشترك في الفيديو لا تنسى اتمنى لايك وتعليق واشتراك القناة متى فيه الجرس حتى يصلكم كل جديد. هنا هنشوف مع بعض طريقة تعمل اللوحة قماشية بالشكل ده. طبعا القماش اللي عليها بيكون اللي هو القنفس. يكون قماش سميك شوي ويفبي منه طبعا لكون خشن وناعم على حسب. هنجب اربع قطع من الخشب. كل زاوية 45 درجة زي كده. طبعا حسب اللوحة سواء نعملها مستطيلة او مربعة. حسب. وهنحتاج مقص. وايضا متركة. وعندنا هنا دباسة. دباسة خشب. فرشاء او رولة. طبعا الرولة يكون افضل يعني لك ان نصدم فرشاء لانحجمه صغير وصنفرة. وده طبعا القماش الالكنفس بيكون سميك ونشف بالشكل ده. ده القماش ده القماش العادي. الفرق بين القماش العادي وقماش الالكنفس. طيب احنا هنعمل اليوم باستخدام القماش العادي. هنبركم الطريقة باستخدام القماش العادي. فبالتالي هنستخدم غير خشب ابيض وهنا بلاستيك مط. ابيض مط. هنجيب الاول قطعة الخشب بالشكل ده. وهنبدأ نتركها على الزوايا. نركب فى بس المصمر. نتثبت فى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هنجيب قطعتين التانيين. وعند الزوايا وهجيب الخشب غير الخشب. وهبدأ اضعه على الزاوية. بعد كده طبعا بابدأ اجيب الزوايا على بعض اللي فان مصمر واللي عليها الغير. وابدأ اثباتهم مع بعض. باستخدام المطرقة. لان يصير الشكل اللي احنا شايفينه. اللي هو مربع. زي كده. نعمل هنا من لوحة مربعة. باجيب القماشة وضعها تحت الاسفل طبعا الشاسي الخشب. واجيب دباسة الخشب زي احنا شايفينها. وابدأ اضغط. اضع اول دبوس. بعد كده في الزاوية المقابلة له بشد بقوة شوي. وابدأ اضغط الدبوس. مقابل كل الدبوس في الجهة الاخرى بضع بشد وعمل دبوس الثاني. وبترك الزوايا طبعا للآخر. بعد كده انتهم نشد الجوانب. زي احنا شايفين كده ببدأ اشوف الزوايا. وازبطها. بالطريقة احنا شايفينها امامنا دي. وضع ايضا فادة ببوس. عشان اه اثبتها. نتم شوية بموضوع الزوايا. عشان اللوحة تطلع في الآخر شكلها جميل. بعد عملنا كده بالمقص وشيل الزيادات من الخلف. بعد كده هنجيب كوب. وضع مثلا حسب مساحة اللوحة. اه مقدار البضع مثلا يعني لو وضعنا اربع ملاعق من هنا بوضع ملعقة من الغرة. عليها. يعني اربع ملاعق من البلاستيك على ملعقة من الآ من الغرة. استخدم هنا الفرشالة والحجم الكبير شوي. يمكن استخدم الرولة معنا. طبعا الرولة افضل لانها مش هتخلي صلحة اناعم شوي. بعدها بدهنها بشكل جيد. ودهن الاطراف والزوايا وكله. بتركها الى ان تجف. بتجف بسرعة يعني ما بتاخد وقت. نتركها عادي حسب. ممكن تجف في خلال ساعة او ساعتين حسب الجو. بعد ما بتجف تماما بيجيب الصنفرة. يجيب صنفرة نعمة. وابدأ صنفرة السطح بحيث ان اللوحة يكونها سطحها جيد ومناسب للرسم عليه بألوان الآ الزيتية. طبعا بتترسم عليها بألوان الزيتية والألوان زيتين مكتوبة عليها oil color. هذا طبعا عن زيت. يكون بالشكل ده شكل انبوب بالشكل ده. او انبيب كبيرة بتباع طبعا فرعداني كل لون لحاله. بالطريقة دي كله بيكون مكتوب عليها oil color. طبعا بنصدم معها الفرش اللي بنستخدمها. يعني على الفرش بيكون فرش قشنة شوي. عشان تبدأ نستخدمها في مع الزيت. في طبعا في زيت بذة الكتان بنستخدمه وايضا في اه نوع اخر اللي هو التلبنتين. ايضا بنستخدم نستخدم طبعا ساككين الرسم. بيكون لها ارقام بنستخدمها ايضا معنا. نشوف طبعا رسم اللوحة مع بعض. هنبدأ مع بعض نحدد الرسمات بقاء منصص بخط خفيف زي احنا شايفينها. حسب اللوحة اللي احنا هنرسمها. هنرسم مجموعة زهور. وهنبدأ بوضع الالوان زي احنا شايفينها على اللوحة. ونوزعها بسردام الفرش. طبعا ما نحاول ننجي الالوان مع بعضها. بحيث تعطيني شكل جميل ورائع. طبعا مميزات الالوان الزيتية. ان الوان الزيتية بتعطينا فرصة اللي احنا نعدل الاخطاء لانها بتجف بشكل بطيء. بعكس الالوان الاخريليك. فبالتالي لو في اخطاء بنتقدر نعدلها طبعا لانها بتجف ببطء. والاخطاء ده بيكون غالبا في التلوين نفسه يعني نقدر نعدل في موضوع التلوين. ندمج الالوان اكثر مع بعض. نحدد اشياء اكثر. وايضا يعتبر دي ميزة وعيب في نفس الوقت. انها ايضا بتجف البطء. اه منضع الالوان على اه طبعا صحن او على اه شائز وجاجي او بلاستيك. ونبدأ نعزع الواننا. وطبعا نعمل غامق وفاتح حسب للرسومات الموجودة او الرسمة اللي احنا هنعملها. طبعا كل ممكن يكون لها ضربات معينة بتزبط معا الشكل او حسب الرسمة الموجودة. عادة هنفرشير الرفيعة دي اللي احنا شايفينها بتزيطن في عمل اشياء دقيقة. طبعا زي احنا شايفين يكون سهل لدمج الالوان مع بعضها. احنا الاضاءة دائما بنعملها او غافل غالب بنعملها باللون الابيض الفاتح. بنفتح باستخدام اللون الابيض. اللي هي اماكن الاضاءة. ولو حبنا لغلاب ما ممكن نستخدم معانا اللون الاسود بس طبعا انصح ان احنا نستخدمه بشكل خفيف جدا لان القليل من الاسود ممكن يعني. بيزبط معانا عادي. ولو حنا معانا الوان كثيرة في العلبة طبعا بنبدأ ان صدم الالوان منها الغامة ومنها الفاتح. وفي منها درجات طبعا حتى استخدمها. بذيلا على الاسود يعني. بذيلا على الـابي. البحث ايض衣 البحث نرzähує بالبحث اعني droح اللقاء اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة